بسم الله الرحمن الرحيم اللغة الفرنسية ومع خبار جديد يتحدث عن نجاحات أطفال بعقلية مختلفة جردت لزيشو كما نلاحظ تطرقت لتصنيف مجلة فورفس ترتيب مجلة فورفس طبعا الحال أنه رتب أغنية أطفال العالم ووضع على رأسهم ستة أطفال كأغنق أغنية أطفال العالم هنا بطبعات الحال سنتحدث عن أولى هؤلاء الأطفال إذن هذه الجاردة تقول أو زي طازيني يعني في الولايات المتحدة أو لسي يعني أننا نعرفه طبعات الحال أننا نعلم هذا هو المقصود يعني عقلية الشركة وهنا بطبعات الحال ريادة الأعمال يعني أن يكون للإنسان فكرون يعني بهذا المستوى بالمستوى ماذا؟ أن يكون له مشروع في حياته إذن طبعات الحال كلمة إسبر ممكن أن تعني الروح ممكن أن تعني النفس ممكن أن تعني الإحساس ممكن أيضا أن تعني الفكر وتعني المبدأ إذن الإسبر ممكن أنه يأتي بهذا المعنى هنا طبعات الحال نتكلم عن روح أعمال، ريادة الأعمال إذن l'esprit d'entreprise l'esprit d'entreprise إذن هذا l'esprit d'entreprise est une vertu كاردينال إذن هي فضيلة أساسية كاردينال ستتدير principal شئون أساسي يعني أنهم يتنافسون في هذا الأمر ويعتبرونه هدفا أسمى إذن أوزيتازوني يعني في الواتف المتحدة الأمريكية أو لصي يعني أننا نعرفوه نعرفو ماذا l'esprit d'entreprise اي تين في اعتوي كاردينال انكوراجي يعني أنها مشجعة دي دي يعني مندو مندو ماذا دي لو كيندر كارتن مندو الروض يعني مندو أن يكون الطفل في الروض يعني حتى قبل أن يدخل طبعا الحال للمدرسة إذن دي لو كيندر كارتن يعني مندو أن يكون الطفل في الروض إذن أوزيتازوني نتكلم عن فعل إطني يعني فاجأة نتكلم عن فعل إطني ستعدي سيخبخاند إذن كار إطنان ستعدي كار سيخبخاند لا يكاد يكون مفاجئا إطني أطنان لذلك إطنان كارتنان يعني لا يكاد يكون مفاجئا هاده عندما تكون معنو أنه تعني نادرا مثلا إذا قلنا إطنان يعني أنه لا يكتب كتيرا الدروس إذن هاد كلمات كار تعني يعني يعني هذا يعني كلمة غير غير إطانا يعني ليس بالكثير مدهش يعني إذا بأن أطفال سيلنس يعني أنهم ينطلقون فيه إيجريك تعود على أشياء ينطلقون في هذا الأطفال مثلا يعني في الأعمال يعني أنهم صغارا يعني ليس بالمفاجئ كثيرا بأن هناك أطفال ينطلقون في مدى دون دي زفاع يعني في أعمال وهم صغارا ينطلقون صغارا وأن يكونوا لغرب أتخ بخي مأخوذين لغرب أخذ هنا هم بخي يعني هم مأخوذين يعني أنهم مأخوذين جدا نقول عن شخصي بأنه سريو يعني أنه جدي إذن أسوا بخي يعني أنهم مأخوذين تخي يعني جيدا أو سريو يعني على محمال الجد يعني أنهم يأخذون على محمال الجد وتتم العناية بهم بشكل كبير حتى يصيرون في هذا المصار إذن bling أي أطفال أي أو يا أطفال الأطفال ولكن هنا نتكلم عن يعني من هاد الأطفال طب هاد الحال الأكتر لمعانا من هاد الأطفال يعني أنهم يستدعون الفرب انفتي يعني استدعق ولكن هنا عندنا يعني هم استدعون نتكلم مثلا عن يعني عن الضيوف إذن هم يستضافون هذا هو المقصود يعني أنهم يستدعون أو يستضافون فيما دا؟ يعني أنهم يستضافون في برامج متلفزة نقول عن هاد الشعوز بأنها متلفزة يعني أنها متلفزة هذا ليس فعل الذي نعرفه والذي يعني رأق يكتب بدون أ هذا رأق ولكن هذا أدغرب يعني هذا أدغرب المقصود به مام أو أسي أيضا يعني بمعنى آخر أنهم يستدعون لبرامج تلفزية وإن صح التعبير وأكتر من هذا على ميزان بلانش يعني أنهم يستدعون للبيت الأبيض يعني هاد الأطفال الذين يتصدرون هاد المشهد إذن مام سي لعباران سان سوفان رغم أن مام سي رغم أن لعباران يعني آباءهم لعباران يعني آباء سان لعباران يعني أنهم هم سوفان يعني أنهم غالبا درير يعني وراء قصة النجاح هاد الكلمتين إنجليزيتين يعني قصة النجاح من أجل تأطير من أجل تأطير النشاط وتجميل هناك هذا الفعل أنه يتضمن جولي نقول عن شي إنه جولي يعني أنه جميل إنجليزي لغيسي وتجميل القصة إذن رغم أن الآباء هم غالبا وراء قصة النجاح من أجل ماذا؟ من أجل تأطير النشاط إنجليزي لغيسي وتجميل القصة إذن رغم أن الآباء بهذا الشكل إلى أن الأطفال يبقون مدهشين رغم هذا لغ إسبر يعني أن روحهم دو كونكات نتكلم عن لغ كونكات مثلا دو الإسباس يعني غزو الفضاء إذن رغم أن روحهم في الغزو والفتح يعني أنهم يريدون أن يفتحوا أعفاقا ولهم هذا العقل ولهم هذا الروح وهذا الشعور إذن نتكلم عن إذن رغم أن الآباء هم من يؤطرون يعني هذ الأطفال في نشاطاتهم رغم هذا فإن نروح هذ الأطفال في الفتح وفي الغزو يعني أن لا تترك بأن تندهيش لا تتركك بأن تندهيش يعني أن تجعلك تعجب بهم أن وفي يعني ها هي منهم أن وفي ها هو منهم سيس يعني سيطة كنوزان أن تتكلم الذين تكلم لنا طبع الفعل أن تسأل شخصا يلتجي منا الانتروجاسيون انتر بولي ولكن هنا المقصود بأن تكلموا بأن تكلموا لنا أول هذ الأطفال والتي سنتناول في هذه الحلقة هي مارلي ديس إذن هي باسيوناريا ديزيروين بلاك نقول عن شخصين بأن باسيوناريا نلقب بهذا اللقاب المقصود بأن مناضل شريس بشكل يجعل منه مشهد رائع يعني أنه متير إذن هذ مارلي ديس إذن وصفوا هنا بأن باسيوناريا ديزيروين يعني أنها مدافعة عن ماذا ديزيروين عن بطالات بلاك بلاك يعني أسود بالإنجليزية إذن تدافع عن البطالات السودوات الطفلة عمرها 12 سنة 12 السيكتور يعني القطاع إيديسيون يعني القطاع النشر أنها تعمل في الكتاب والقراءة إذن هي هذه التي نرى وهي طفلة السوداء كما نلاحظ إذن هالطفلة عمرها 12 سنة إلى لابلجان يعني أنها الأصغر لابلجان في الترتيب الأخير لابلجان لابلجان تنتكلم على الفئة الكلاسي يعني أنك ترتب لابلجان لابلجان تنتكلم يعني هي الأكتر صغار يعني هي الصغيرة في المجموعة ككل لابلجان يعني في الترتيب الأخير يعني ترتيب الأخير لمن لمجلة فوربس طبعا هذه المجلة معروفة أمريكية أنها تصنف أغنية العالم تتعاطل لكل ما هو اقتصادي إلى آخره إذن هذه المجلة مختصة في الأمر هذا إذن صنفت أيضا الأطفال واعتبرت بأن الطفلة بأنها أصغر طفلة في الترتيب إلى لابلجان يعني في الترتيب الأخير يعني في جريدة فوربس يعني للمقاولين الدولاني يعني للسنة دون الكاتيغوري يعني في المجموعة مجموعة مدى يعني يعني المقصود لمن هم تحت الثلاثين سنة يعني لمن هم أقل من الثلاثين سنة إذن طبعا الحال في المجموعة كانت هذه البنت هي الأصغر الفي الفي يعني أنك تربي شيئا الفي يعني أنك تربي شخصا طيفل صغر مثلا حتى يكبر أو الفي مثلا النانيمال يعني أنك تربي حيوانا إذن الفي ولكن هنا نتكلم البنت بأنها هي الفي يعني أنها كابرت وتربت في ضحية إذن الفي هي كابرت وترعرعات هذه البنت سفي غماركي كأننا نقول هنا بأنه فعلت بملاحظة سفي غماركي يعني أنها تمت ملاحظتها يعني ملاحظتها مع حملتها إذن هي يعني أنه تم ملاحظتها ورؤيتها يعني بحملتها أن تقود حملة طبعا تلعا تنعرف بينها كمبان يعني البادية أو الريف ولكن المقصود بي أيضا الحملة مثلا حملة انتخافية أو حملة عسكرية إذن نتكلم عن حملة يعني أنها لوحدت مع حملتها يعني أنها تقود حملة en faveur يعني من أجلي en faveur يعني لمصلحة de la diversité يعني للتنوع يعني أنها كانت تقود حملة من أجل التنوع يعني أنها تطلب التنوع في مجتمعها أو لتعاتير يعني في الأدب يعني تتكلمون عن الكتب كما قلنا فيما سابق بأن اختصاصها وفي النشر لدي سيون يعني أن نختصاصها في النشر في القراءة في الكتب إلى آخره إذن هي شهدت وهي تقود حملة من أجل أن يكون هناك تنوعا يعني في الأدب وفي التقافة في المجتمع طبعا طبعا الحالية كانت تتوخر للوصول إلى نتيجة إلى عتابة عتابة ماذا؟ وانتاوز بلاك غوربوكس تقود حملة لجمع ألف كتاب بنت سوداء يعني أن الكتب تتضمن صورا لبنات سودوات إذن الإنسياتيف آني الإنسياتيف يعني المبادرة عندنا هنا الإنسياتيف يعني أن هذه البنت أنها بادرت وأخذت المبادرة والعمل إذن نتكلم عن المبادرة إذن الإنسياتيف يعني المبادرة أو إقدام هذه البنت على هذه العمل آني يعني أنه ولد لذرب نتر دين فخيستخاسيون سيلكسيون دو فخيستخي يعني لفخيستخاسيون يعني هو الحيرمان هو الكبت هو الإحباط نتكلم عن فريستخصيون إذن تولدت عن إحباط المبادرة التي تولدت عن إحباط يعني أنها ولدت من إحباط إذن الانسياتيب دون فريستخصيون بأسيوني يعني أن مولوعة بالقراءة إذن أنها كانت مولوعة بالقراءة بأسيوني هذا التلميذة الصغيرة نتكلم عن يعني المدرسة كأننا نقول هنا هذا الصغيرة المدرسية ولكن المقصود البنت التي لا علاقة بالمدرسة يعني التلميذة يعني أنها إفريقية أمريكية يعني أفخو نتكلم عن يعني أنها أمريكية من أصل إفريقي يعني أنها مولوعة بالقراءة يعني هذا التلميذة الصغيرة أفخو أمريكان يعني الأفريقية الأمريكية يعني الأمريكية من أصل إفريقي أنغاجي يعني أنك تسخيط شخصا إذن هي كانت ساخيطة هذه الكلمة هذه الفعلية تضمن كلمة لغاج يعني داء الكلاب داء الكلاب يسمى لغاج غاج أيضا يعني أن يصاب الإنسان بداء الكلاب ومنها وكأنها الطفلة بهد الأفريقية بدأ الإحباط أنها أصيبت بهد الأمر يعني أنها أصبحت طب هات الحال ساخيطة على الوضعية لماذا أصبحت ساخيطة؟ أنغاجي كنلوي لم يفعلو لها كنلوي propose كنلوي propose لا يقتاريحون لها يعني في القيسم في المدرسة كديل إلا كوتوب يعني أنهم موضعين يعني في المشهد يعني أطفال صغار بلان يعني أنهم داء وو بشرة بايضاء أنغاجي كنلوي نحن نساء يعني أطفال يعني أنهم موضعين في المشهد يعني أنهم موضعين في الصورة الأولى داء يعني أنه تتقدموا هذه الحصاص أو هذه النصص أو هذه الموضوعات نتكلم عن مشهد إلا يعني أنهم موضعين في المشهد في بداية كل حصة مثلا داء يعني أطفال يعني أطفال صغار بايضي البشرة للذين للذين لا تستطيع كما رأينا قبل قليل بأنها لا تستطيع كثيرا لا تستطيع كثيرا أنها تجد نفسها فيهم للذين يعني هي لا تستطيع كثيرا أن تتعرف على نفسها من خلالهم يعني ولم مراتين وجدت طفل أسود هذا المقصود وكأن هذه الصور لا تمتلها بالسلع وكأنها تحس بنفسها وكأنها غريبة في البلد إذن يعني أنها أطلقت يعني أطلق إذن أطلقت منصة أو قايدة يعني في لحظة في ضربة يعني قايدة ومنصة في هدف يعني من أجل هدف استرجاع أموة على الأقل أموة على الأقل أموة يعني ألفا دوفغاج كلمة أوفغاج بطبيعة الحال ممكن أنها تعني عمل عمال أو ممكن أنها تعني إنتاج عامل أو إنتاج مهندس أو إنتاج كاتب إنتاج الكاتب بطبيعة الحال هو الكتاب إذن عندما نتكلم عن أوفغاج المقصود بطبيعة الحال هذا العمال الكتابي إذن هي كانت تدعو لاسترجاع على الأقل ألف من الكتب يعني أنها كانت تدعو لخلق كتب لإنجاز كتب يعني أنه يكون موضوع مدق بطلات دفام يعني نساء دو كولور يعني من اللون مقصود بطلات نساء دوات بشرة سوداء يعني أن الهدف سيكون يعني هو الهدف سورا يعني أنه سيكون بشكل كبير بشكل عريب يعني أنه متجاوز المقصود هي طبعا الحال كانت قد حددت عتبة لحملاتها فإذا بها تتجاوز هذا الهدف وتتجاوز طبعا الحال ما كانت قد حددتها من قبل إذن دون لفولي لفولي يعني هي آتار الرجل عندما تسير فوق عشبين أو تسير فوق رمال مثلا يبقى آتار الخطوة إذن تسمى لفولي ذلك الآتار يسمى لفولي ولكن طبعا الحال هنا المقصود كأننا نقول على خطواتها دون لفولي ست انتربرنوز يعني هذه المقاولة سوسيال يعني الاجتماعية ستتلي ستتلي أليك خيتيور يعني أنها ارتبطت لفرب أتلي يعني أطاشي إذن ستلي يعني ستاشي يعني أنها ارتبطت المقصود هنا بأنها تعلقت وارتبطت بماذا أليك خيتيور يعني بالكتابة لذلك قلنا في البداية بأن نتخصصها في النشر و الكتابة إذن هي ارتبطت بماذا أليك خيتيور دون نفرج يعني أنها ارتبطت بكتابة كتاب لفرج يعني Gong يعني أول مرة أعمال كيتيب يسمى لفرج كما قلنا الآن كي سأغتير الذي سيخرج الوفر بهراب سأغتير يعني خارجة الوفر بهراب سأغتير يعني خارجة كي سأغتير الذي سيخرج THEフرب كان في الفيتور ست آني الذي سيخرج هذه العام من أجل تشجيع المراهقين بأن يبادروا طبعا نقول للمصلحة للمصلحة كوز السبب كوز أيضا القضية مثلا نقول كوز البالسطيني يعني القضية الفلسطينية وفي مواضع أخرى كوز تعني السبب مثلا تقول كالسان لكوز دو سي بروبلم يعني ما هي أسباب هذه المشاكل إذا أسير لكوز إذا هي تشجيع لزادي يعني أن تشجع المراهقين لكي يرتموا ولكي يبادروا ولكي ينخارطوا يعني في مصلحة قضية عليهم أن يروا أي قضية تحتاج المناصرة ليناصرها إذن هي تكتب في المجال يعني أن العنوان يعني عنوان الكتاب يعني عنوان الكتاب يعني بكل بساطة هي لم تختار عنوانا معقدا بل كان العنوان بشكل بسيط ماذا كان عنوان الكتاب بكل بساطة يعني أنها نالت يعني أبتونير إذن ماليدياز يعني أن ماليدياز يعني أنها نالت قاتس قاتس يعني أنها نالت إيت يعني شيء ما يعود لها هذا إيت تعود في الإنجليزية على شيء الغير العاقل يعني في علاها كأننا نقول بأنها أخذت إنجازها أن سو يعني وهكذا كان يو يعني وهكذا تستطيع أنت أو تستطيعون أنتم بحكم أن في الإنجليزية يو يقصد بها تي ويقصد بها فو أن تأتي للحالتين إذن وهكذا أنتم تستطيعون المقصود هنا بأن ماليدياز بأنها واصلت لهدفها وأنتم أيضا تستطيعون أننا نقول هنا ماليدياز أوبتيا سارياليزاسيو يعني أنها أخذت ما حققته أن سي فو بو بي هكذا تستطيعون إذن هذا في مقصد الحلقة إن شاء الله في حصة قادمة نلتقي مع قصة جديدة حياكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر